اشتركوا في القناة واتساع رقعة الاحتجاجات عبر الوطن تربكوا حسابات قيادات الدرك والشرطة مشاهدات عنيفة بين رجال الدرك والمواطنين من سكان بعض احياء الرغاية قوة الشرطة تقمع وتفرق اعتصاما سلميا لعمال عقود ما قبل التشغيل بالمسيلة وسقوط جرحة ومصابين في صفوف المحتجين الى تفاصيل يجتمع اليوم اكثر من مئة رئيس مؤسسة من اصل 350 عضوا الاجتماع الذي دعا اليه منتدى رؤساء المؤسسات بفندق الاوراس بالعاصمة بعد ان كان تقرر عقده يوم العاشر في فريال ماضي الى ان عدم اكتمال النصاب القانوني حالت دون ذلك وبحسب متابعين تمكنت العهد الرابعة من تفكيك المنتدى بعد نشوب خلافات حادة بين المساندين والرافضين للعهد وقد رفض بعض رجال الاعمال الرضوغ للضغطات المفروضة عليهم من قبل محيط رئيس بوتفليقة بارغامهم على المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس فعكس رئاسيات 2004 و2009 التي اجتمع فيها رجال المال والاعمال حول المترشح عبدالعزيز بوتفليقة عندما كان جناحين نظام يقفان وراء بوتفليقة فقد فشل هذه المرة مسؤول منتدى رؤساء المؤسسات في اقناع جميع رجال الاعمال المنتمين للمنتدى في دعم رئيس المترشح للعهد الرابعة بوتفليقة بحيث اضطر رئيس المنتدى رضا حمياني بحسب مصادر موثوقة اللجوء الى خيار الاقتراع السري حول دعم رئيس بوتفليقة من عدمه ويمثل اصحاب الموقف المساند لبوتفليقة رئيس المنتدى واعضاء المجلس التنفيدي بينما يدعم اعضاء في المجلس رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس احزاب سياسية واسلامية وجمعيات نسوية وحقوقية على ضرورة تنظيم وقفة احتجاجية اليوم امام وزارة الشؤون الدينية تنديدا بتصريحات الوزير غلام الله التي اعتبروها تسيء الى الشريعة الاسلامية خصوصا انها صدرت من وزير الشؤون الدينية الذي يمثل الوجه الديني للبلاد ويأتي هذا بعد تصريح الوزير قائلا الحجاب الحقيقي هو حجاب الاخلاق مشيرا الى ان لكل وظيفة لباسها وعلى النساء احترام ذلك وحسب المنددين بهذا التصريح فانه يستوجب على غلام الله توضيح ما صدر عنه قبل ثلاث ايام حتى لا تتخذه اطراف معينة حجة لتبرير تمردها على الدين الاسلامي الحنيف خصوصا ان الجزائر بلد مسلم وتحكمه العداد والتقاليد والقيم الدينية كما اشاروا الى ان يتريث الوزير قبل ان يسرح بأي عبارات غير محسوبة النتائج لان كل كلمة تصدر منها تعبر عن كونه وزيرا لشؤول الدينية وعضوا في الحكومة الجزائرية وليس كشخص واضافوا ان غلام الله معروف بخراجاته التي لا طالما اثارت حافظة الاعلام والشعب قررت قيادات الدرك والشرطة الابقاء على ما لا يقل عن 15 الف من عناصر الوحدة الجمهورية للامن ووحدات تدخل خاصة تبعة للدرك الوطني في العاصمة لمواجهة الاحتجاجات المتوقعة التي تزداد زخما وجاء القرار بعد اعادة انتشار هذه الوحدات التي تم نقل اكثر من 30 منها من الشمال الى الجنوب لمواجهة اعمال العنف غردايا وتجدد احتجاجات البطالين في ولاية ورقلا وقد اثرت المديرية العامة للامن الوطني لسحب بعض الوحدات الجمهورية للامن التي كانت مرابطة في غردايا لمنع تجدد المواجهات بين العرب والمصابيين ونقلتها على جناح السرع لتأمين عواصم النفط في ورقلا وحاسم سعود وكشفت العملية عن الارباك الذي تعاني منه مخاطرات الامن الخاصة جراء تزامن الاحداث في كل من العاصمة مع المعارضين للعهد الرابعة لمتفليقة وفي غردايا التي قرر وزير الداخلية ابقى اكثر من ست الاف شرطي ودركي بها وهو عدد ضخم وورقلا التي تجددت بها الاحتجاجات البطالين وتشير خارطة انتشار وتوزيع وحدات الامن ووحدات التدخل الخاصة التبعة للدرك الوطني الى ان اهم تركيز لهذه الوحدات يوجد في العاصمة كما تواجه هذه الترسنة القمعية الضخمة التي تستعمل بالخصوص للتضييق على الحراكة الشعبي وملاحقة المناظرين السياسيين والحقوقيين تواجه هذه القوات صعوبات كبرى في فرض سيطرتها في المدن بعد ان ضاق بها المواطن ضرعا ولم يعد يخشى اسليبها رغم استعمالها العنف المفرط ضد المحتجين او المتظاهرين تجددت امس المواجهات بين سكان حي محمد دلبي برغاية شرقية العاصمة ومصالح الدرك انتهت بتسجيل عشرات الجرحة في صفوف الطرفين ناهيك عن حالة الرعب التي خلفها دوية القنابل للمسيلة للدموع كما ادت حالة غضب شباب الحي الى تخريب اجزاء من خطط السكك الحديدية وكذا اسقاط 15 عمودا كهربائيا بذات الخط ما احدث شللا في حركة القطارات بالجهة الشرقية للعاصمة وكان سكان حي محمد الباي برغاية قد قضوا ليلة اول امس اعنف ليلة مواجهات مع مصالح الدرك منذ رفضهم لمشروع المركز الردم التقني للنفايات التي ستنجز على مسافة 20 متر من مساكنهم حيث قال السكان في حديثهم لتلفزيون رشاد ان المشادات اندلعت في حدوث ثامنة ليلا ودمت الى غاية الثانية من صباح امس وخلفت هذه الاحداث التي استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع عشرات الجرحة وعديد الاغماءات وسط العائلات التي اضطر غالبيتها لمغادرة مساكنهم والخروج الى الصحات المجورة خوفا من الاختناق بالغازات المسيلة للدموع وكان الحي مطوقا بعناصر الدرك الذين منعوا شباب الحي من الخروج وقد اكد سكان الحي بان هذا المركز الذي سيجسد على مساحة 25 هكتار سيضر بعدد من الاحياء على غرار حي جعفري وحي فعوسي وحي شبشب وحي الكروج وأولاد هداج وأولاد موسى وحتى بدواو مشيرين الى ان المنطقة عبارة عن مساحات خضراء كانت متنفسة لشباب الاحياء من اجل ممارسة النشاطات الرياضية وقال سكان رافضون للمشروع بانهم رفعوا انشغالهم للعديد من الجهات المعنية لكن هذه الاخيرة لا تزال تستعمل لغة الخشب حسبهم مشيرين الى ان التزام الصلودات المعنية الصمت اجد من الوضع تلقت القناة هذه الصور التي تروي تعرض عمال عقود ما قبل تشغيل وشبكة الاجتماعية بالمسيلة الى قمع قوات الشرطة التي انهالت على العديد منهم بالضرب المبرح اثناء محاولتها فضى اعتصام لهم كانوا قد دخلوا فيه منذ العاشر من مارس الماضي امام مقار ولاية المسيلة للمطالبة بمناصب شغل دائمة هذا وقد قامت الشرطة حسب ما اورده بيان للرابط الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قامت باعتقال ازيد من سبعين محتج كما تعرض خمس اخرون الى اصابات وجروح متفاوتة اثنان منهم في حالة خطيرة تم نقلهم الى مستشفى زهراوي بالمسيلة كما ندد بيان الرابط الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بتعرض المعتقلين من المحتجين السلميين الى اعتداء قوات الشرطة داخل مقارات الامن التبع للدائرة الثمنة للامن الحضري بالمسيلة قبل ان يتم اطلاق صراحهم ليلة اول امس في ساعة متأخرة يضيف بيان الرابطة قبل الختام مشاهدين نذكركم باستمرار اعتقال كل من المدون عبدالغاني عالوي لليوم 178 والمدون عمر فرحات لليوم الثلاثون على التوالي اليكم كاريكاتورة اليوم اخترناها لكم من مختلفية الصحف الوطنية يمكنكم زيارة صفحة القناة رشاد.تفي وكذلك صفحتنا على الفايسبو ولتساؤلتكم واقتراحتكم وبعثكم صور الاحداث من حولكم رسلونا عبر صفحة القناة مشاهدين بهذا النصر لختم النشر الشبكان على حسن الاصغاء والمتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة